السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله يا شباب اليوم رح نشرح طريقة تفعيل حساب AdSense في السعودية في حال طلبتوا البين كود 4 مرات ولم يصل فلا تنسون دعمنا باللايك والاشتراك ويلا نبدأ الشرح في البداية يا شباب تدخلوا على حساب AdSense الخاص فيكم رح تواجهكم هذه المشكلة ان طلبتوا البين كود 4 مرات وما وصلكم عن طريق البريد السعودي فلو تلاحظون يا شباب ظهرت معنا ملاحظة هنا لم تعد تعرض الاعلانات على قناتك في اليوتيوب فعشان نحل هذه المشكلة يا شباب الحل جدا بسيط كل عليكم تسوونها تروحون على خيار المزيد من المعلومات رح يوديكم على هذه الصفحة من هنا تنزلون شوي تحت رح تحصلون هنا أداة حل المشاكل تضغطون عليها فهنا يا شباب رح يظهر معاكم الإيميل المفترض أن هذا الإيميل يكون الخاص بحساب AdSense فلازم تتأكدون أن هذا الإيميل الخاص بحساب AdSense فإذا كان نفس الحساب تضغطون نعم وبعد كده تضغطون متابعة فهنا يا شباب رح يسألكم هل وصلكم البين كود تضغطون لا لم أستلم رقم التعريف الشخصي بعد كده متابعة فهنا يا شباب يقول لكم بعد تحقق من حسابك يبدو أنك طلبت أربع رقام تعريف من قبل وما وصلت فهنا تضغطون على خيار نموذج التواصل فهنا يا شباب رح يطلوا منكم تسجيل الاسم لازم الاسم اللي هنا يكون نفس الاسم اللي في حساب AdSense فخلونا نرجع لحساب AdSense فمن هنا يا شباب من حساب AdSense تروحون على خيار الدفعات وبعد كده معلومات الدفع وتروحون من هنا على إدارة الإعدادات وتنزلون شوية تحت يا شباب رح تحصلوا الاسم والعنوان تضغطون على علامة القلم هذه فهنا يا شباب تتأكلون الاسم اللي موجود هنا نفس الاسم اللي رح تسجلونه هنا بالضبط بعد ما سجلنا الاسم تروحون على الخيار الثاني اللي هو البريد إلكتروني هنا تسجلون البريد إلكتروني الخاص بحساب AdSense اللي فيه المشكلة وبعد كذا هنا راح يطلب منكم الرقم التعريف للناشر ترجعون على الحساب من هنا فمن هنا يا شباب راح تحصلون مكتوب حساب الدفعات وهنا الاسم غير الرسمي لحساب الدفعات ستضغطون عليه راح يظهر معاكم بهذه الطريقة فتنسخون حساب الناشر من هنا أو أنكم يا شباب تنسخون بهذه الطريقة من الرابط نفسه من البداية لين آخر رقم بهذه الطريقة فكذا يا شباب بعد ما تنسخون الرقم التعريف للناشر تلسخونه هنا بهذه الطريقة وأهم شيء تأكدوا أنه ما يكون فيه فراغات زي كذا لازم يكون بدون فراغات فالآن يا شباب بعد ما عبينا هذه البيانات وصلنا لآخر خطوة وهو اختيار الملفات فهنا رح نرفق اللي هو صورة الهوية من الأمام ومن خلف أو صورة الإقامة من الأمام والخلف وأيضا يا شباب رح نرفق إثبات العنوان الشخصي فرح ناخذ معلومات العنوان الشخصي عن طريق العنوان الوطني فكل عليكم تسوين الآن تروحون على جوجل تكتبون العنوان الوطني وبعد كده تضغطون على أول خيار يظهر معاكم فمن هنا يا شباب تسجلون الدخول على حسابكم في العنوان الوطني بعد ما تسجلون بياناتكم تسجلون تسجل الدخول وهنا يا شباب تسجلون رمز التحقق اللي وصلكم فمن هنا يا شباب تروحون على ثالث خيار اللي هو العنوان الوطني رح يفتهم معاكم بهذه الطريقة فهنا يا شباب لو تلاحظون هذا العنوان الوطني الخاص فيه إذا حبي أنكم تضيفون عنوان وطني جديد تضغطون على خيار إضافة عنوان وبعد كده تسجلون جميع بياناتكم تسجلون عنوان وطني جديد ولازم يا شباب تتأكدون أن هذه المعلومات اللي هنا نفس المعلومات اللي حطينا في حساب AdSense بحيث أن يكون فيه تطابق في المعلومات وبعد كده يا شباب إذا عبيتوا البيانات كاملة تضغطون على خيار عرض إثبات العنوان فهنا يا شباب لو تلاحظون هذا إثبات في عنوان الوطني موقع السكن وجميع البيانات فراح نحمل الآن هذه الصفحة ونرسلها مع بيانات الهوية فعشان تحملون هذه البيانات تضغطون على خيار تحميل وكذا لو تلاحظون تحملت معانا بكل سهولة فهنا يا شباب رح نغير اسمها نفسю إسم العنوان الوطني فكذا الآن يا شباب انتهينا من المعلومات اللي نحتاجها من إثبات العنوان الوطني الآن نرجع على هذه الصفحة فمن هنا يا شباب ترفقون ملف العنوان الوطني وأيضا ترفقون ملف الهوية فهنا يا شباب في البداية رح نرفق صورة الهوية من الأمام والخلف هذه الصورة الأمامية بعد كده تختارون الصورة الخلفية فبعد كده يا شباب تحملون الصورة أو الملف اللي حملناه من العنوان الوطني فكده الآن يا شباب أرفقنا ثلاثة صور الصورة الأمامية للهوية والصورة الخلفية وأيضا إثبات العنوان الوطني فكده يا شباب بعد ما حملنا جميع الملفات المطلوبة مننا تضغطون على خيار إرسال فكده الآن يا شباب يقول لك أنه تم إرسال الرسالة وسيتم الرد خلال 24 ساعة ولكن بالعادة رح تجيكم رسالة بشكل فوري على الإيميل فخلونا نتوجه عن طريق الإيميل فالآن يا شباب لو تلاحظون وصلتنا رسالة من AdSense ندخل عليها فكذا فقط يا شباب يقول لكم أنه تم إرسال ملفات لهم وصلتهم وكذا يا شباب رح ننتظر تقريبا 5 دقائق رح تجي الرسالة الثانية بالموافقة إن شاء الله فلو تلاحظون يا شباب خلال تقريبا أقل من دقيقة وصلتنا رسالة أخرى لو ندخل عليها هنا يقول لك نشكرك على إثبات الهوية فهنا يا شباب لو تلاحظون تم قبول المعلومات التي رسلناها لAdSense وكذا يا شباب بكل سهولة نحلت عندنا المشكلة والآن تفعل معنا حساب AdSense فالآن يا شباب حدثنا الصفحة في AdSense لو تلاحظون اختفى من عندنا الإشعار اللي كان موجود والآن يا شباب بكل سهولة رجعت معنا الإعلانات ورح نقدر نحول الأرباح بكل سهولة فهذا كان يا شباب شرح اليوم أتمنى أني أفدتكم لا تنسوا ندعمنا باللايك والاشتراك ونشوفكم مقاطع ثانية مع السلامة